كتون عدالة طبعاً لعيبة كرة طائرة بنشوف مش كتير بيحترفوا برا مصر يمكن طبعاً انت من اللعيبة الأولايلين اللي احترفوا في دوريات الأوروبية بالأخص دوري الإيطالي كلمني عالتجربة دي شايف تجربة دي ازاي ويا احلى حاجة كانت فيها في التجربة دي بص والموضوع اللي الاحتراف ده طبعاً أنا جالي يعني أنا كنت مندهش أو كنت يعني سعيد جداً أول ما عرفت الموضوع طبعاً جي عن طريق دكتور عمر علواني رئيس اتحاد الصوابق طبعاً يعني من الناس طبعاً اللي تعبت معنا في الجيل بتاعنا جداً جيل تاو 245 طبعاً تساعد الجيل على قد ما يقدر كان صاحب طفرة رجوع للكرة الطائرة المصرية من 2005 لحد 2017 فطبعاً يعني برحب لدكتور عمر طبعاً دلوقتي وبشكوره جداً طبعاً على الفترة اللي احنا قضيناها معاه هو رئيس اتحاد المصر كرة الطائرة وبقوله ربما ديكت الصحة ويبارك لك يا دكتور عمر كل صحة ويبارك طيب نرجع للموضوعنا الموضوع زي ما قلتلك المشكلة أو الوضع اللي كنا بنتكلم فيه عن طريق الاحتراف جاء عن طريق دكتور عمر علواني طبعاً دكتور عمر علواني كان لها علاقات خارجية بأنه رئيس اتحاد المصري ونائب رئيس اتحاد الدولي كان فيها علاقات مع الجانب الإيطالي والجانب طبعاً الروسي الفرنسوي العادة احتراف جاء عن طريق دكتور عمر علواني حتى هو كلمني اول ما جي كلمني كلمني انا فيه قال لي عبدالله يعني كنت لعبتي بطولة كاس القراط الحمد لله ربنا كرمنا فيها خدت حسن لعب إرسال لعب إرسال فابتدى يعني النادي الإيطالي نادي ترفيزه دوت ابتدى يفكروا فيها طبعاً هما طبعوني سنة أو سنة ونص وبعد كده ابتدوا يدخلوا على المدخل لدكتور عمر علواني طبعاً بما أنه ليه علاقات دولية دكتور عمر علواني طرح الموضوع على النادي طبعاً ما كنت تتوقع نادي يوافق طبعاً زي ما أنت عارفة الأوال كان العقود بتاعتنا ما كانت شعود محترفين كان لازم مش هتمشى ألا من خلال النادي لازم نادي يوافق لك مزاي دلوقتي العادي بنتهي وصلنا الاتفاق والسادنا ما وصلناش خلاص ممكن تمشي وتسيب النادي فطبعاً كانت بالنسبة لي الموضوع مش مستغربه اللي هو ممكن دوني يتمشي لا لقيت دوني يمشي بسلاسة لقيت النادي هنا كان سياتا كابتن حسن حمدي ربنا يبركله يعني ويديه لطولة العمر من الناس اللي رحاب بالموضوع ووافق جداً لأنا أقود تجربة الاحتراف كانت بالنسبة لي الحمد للرب عامين يعني أول لعيب فولي كمان يتعمل له مؤتمر صح في جوا النادي الأهلي ويتوافق على الاحتراف بتاعي والناس تيجي هنا وصور بتشيرتي النادي فطبعاً كنت بشوفه في لعيبت الكورة فطبعاً ما تحصل لعيب طايرة أو لعيب لعبة جمعية غير الكورة طبعاً كانت حاجة بالنسبة لي يعني مبسوط جداً وفرحان جداً والنادي يعني بشكرهم جداً هم طبعاً يدوني الفرصة ديت طبعاً التجربة الاحتراف كانت صعبة جداً أقولت يسا ورد أسألك عن نقطة دي ما كنتش خايف مثلاً من التجربة اللي هو أنا هطلع هل ممكن أنجح ممكن ما نجحشي ما كنتش خايف لا طبعاً ده كله جي في دماغي يعني جي في دماغي بعد ما خلص المؤتمر الصحفي يعني أنا أفرحت وبسطت جداً بالمؤتمر الصحفي طبعاً ماذا بعد؟ ماذا بعد بقى دي أهم حاجة وأخطر حاجة هتسافري حياة جديدة لسه صغير كان عندي 22 سنة أو 23 سنة قتي طلعت يعني طلعت احترفي والموضوع الدوري إيطالي مش عارف إيه اللي ممكن أحصل لناك هل ممكن يعني أمشي كويس بشكل كويس طبعاً كل توفيق بتاع ربنا بس هواء بنت بده بتخافي برضي من النقطة دي اللي هو أنا أنا أعمل إلي طبعاً يعني بص دماغي كان فيها كل حاجة يعني أول مركبة الطيارة طبعاً خلاص الموضوع دخل في الجد وخلاص إجراءات بتخلص وراح أخذ الفيزا وروحت الصفارة وخلاص يعني موضوع موضوع وقت بخلص وقت مع المتخف في فترة السيف وخلاص كان نقص لي شهر وهسافر طبعاً بقى يعني خايف بقى يحصل ما يحصلش توفيق خايف أرجع تاني يبقى تجربة طبعاً مش متوقع قلت يا لقد الله ما حصلش نصيب ورجعت إلي يعني نفسي تبقى عامل إزاي هل وضع عاجل ألعب تاني كويس ولا الدنيا يتمشي إزاي فطبعاً موضوع بالنسبة لي كان صعب جداً بس الحمد رب يا عمين يعني إصرار وعزيمة كانت جوة الواحد طبعاً بتروح أجواء مختلفة جداً لغة بقى جديدة يعني الحمد للرب عمين يعني بتكلم إنجليز بشكل كويس لغة إيطالية جديدة عليكي مجتمع منفتح بطريقة أقومة شوفية إيه؟ تعلمت إيطالية شوية تعلمت شوية زي إيه طيب إيه الكلمات يعني تعلمت كومستاي تعلمت الفلوس عايز فلوس إنت فاهماني تعلمت الحاجات الأوانية اللي أنا متطلبة في الحياة عايز يأكل فاهماني كل الحاجات الأوانية طبعاً اتعلمتها وبعد كده بتريت واحدة واحدة حتى في السنة الثانية ابتدوا يجبولي يعني الحمد لله حصل يعني عبدالله يبقى طفرة أو حاجة كويسة ممكن تحصل في الدول الإيطالي بتريت جبولي المدرسين تعليق التريت تتعلم جرامر طبعاً حصل الإصابة في السنة الثانية يعني رجعتي بسببها مصري يعني كصة بس الحمد للرب عمين بشكل عام يعني أول سنة طبعاً احتربت تبقى صعبة ليكي الحمد للرب أنا كرمني بيها ووفقني فيها خدت حسن لها في الكاس إيطاليا وخدت معهم الدور الإيطالي لعبت دور أبطال أوروبا تشام بزيك زي الكورت القانم كده كان أول مرة طبعاً في حياتي وأقول لعيب مصر ألعابه فطبعاً الحمد لله كنت فخور بالحاجات دي وكنت بشارك كمان بصفة أساسية فالله ماكي حمد وشك يعني تجربة نكحة بالحمد لله رب العمين عليها الحمد لله